جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل ويقول ما حكم من يسب الشباب الملتزم ويشوهه بأتفه الأسباب بل وينسب إليه أشياء وأشياء هو في غنى عنها مع العلم أننا حاولنا نصحه وإرشاده ولكن دون جدوى جزاكم الله خيرا لا يجوز تنقص أهل الدين والملتزمين بطاعة الله سواء كانوا من الشباب أو كانوا من الكبار بل الذي يجب هو التعاون معهم على طاعة الله عز وجل والواجب الثنى عليهم وتششيعهم وحثهم على ذلك وإذا لوحظ عليهم شيء من الملاحظات فإنهم ينصحون ويبين لهم وجه الصواب ويوجهون أما الاستهزة وأما السخرية للناس فالأمر منكر قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ الاسْمُ الْحُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَم قالوا إن هؤلاء لضالون وما وصلوا عليهم حافظين والاستهزى بأهل الدين من صفات المنافقين قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة إلى غير ذلك من أنواع الوعيد في الذين يستهزئون بأهل الدين ويسخرون منهم والواجب عندما يلاحظ على أحد شيئا غير لايق من الشباب أو غيرهم أن يوجه بالحكمة والموعظات الحسنة أما السخرية وأما الاستهزاء فليس هو سبيلا للإصلاح وإنما هو منكر وسبيل للشر والعداوة بين المسلمين والتنفير من الدين والالتزام